من القاهرة ينضم إلينا دكتور مجدي بدران وعضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية دكتور مجدي هل المناعة تختلف من منطقة إلى أخرى أو من شعب إلى شعب آخر؟ أكيد تختلف وده واضح كنقدم في الصين وواضح في إيطاليا وواضح في مصر دلوقتي لاحظنا في إيطاليا أن في المسنين هناك كان نسبتهم فوق تقريبا 21% ودول الفئة المفضلة للفيروس وبرضو لاحظنا أن في إيطاليا وفي إيران وفي الصين المناعة أقلت شوية عشان التدخين بشكل المانع للأشكال نرجيلة أو شيشة أو سجارة ولاحظنا أن إهمال الأمراض المزمنة هناك برضو خلى عندهم نقص مناعة كنا نحن الحمد لله كنا حظنا كويس جدا كان السيد الرئيس في مصر هنا عمل بودرة مليون 100 مليون صحة 100 مليون صحة كانت بتدورة على أمراض المزمنة في مصر وبتكتشفها وتعالجها مبكرة فدي كانت ضربة موافقة كويسة جدا قدتنا تحصين ضد هذا الفيروس اللي ما كانش معروف ساعتها واحد اتنين أن المناعة بشكل عام بيتزيد مع التوتر سماع الأخبار السيئة بشكل عام البوع بوع وقاء الفيروس بيموت وقاء وقاء ده حيخلي الناس يبع عندها رعب وخوف وهلع ولكن من قولهم أن النهاردة عندنا 27 ألف حالة وخمسمية أربعة واسعين حالة شفاء في العالم كله ده كويس جدا ده بيخلي الناس تطمين وإسمعوا الكلام إسمعوا الكلام ترفعوا مناعتكم إزاي؟ بالحد من التوتر بالنوم الجيد المبكر في الظلام وكويس جدا أن نحن دلوقتي قللنا ساعات الخروج وفينا بدول عاملة حظر بعض التجول فالنوم وده بيرفع المناعة لحد من التوتر أيضا التغذية الجيدة أيضا نشر مظلة تفاول أيضا أن نحن نقلم التلوث وأولها التدخين نمنعه خلص في بيوتنا وحوالينا ونحن نحاول أن نحن دايما نحافظ على منعتنا بالتغذية الجيدة لتعتمد على الأغذية الطبيعية فيه أغذية مش هنقولها بتقضي على الكورونا ولكن هي فعلا بترفع المناعة وده اللي حصل في الصين الشفاء في الصين كل الناس اللي شفت في الصين تم تغذية جيدة جدا التغذية كانت جيدة جدا في المستشفية يبقى واحد الأغذية الغنية بالألوان الطبيعية كلها تديني حاجز مركبات الفايتو حوالي 25 ألف مادة ترفع المناعة من الألوان الطبيعية تديني مضط أجسادة تديني فيتامينات تديني أبلح معدنية وكمان تديني بعض المواد اللي بتفرمل الالتهابات بشكل عام سواء فيروسات أو بكتيريا نقطر كمان من الخضروات الوراقية نقطر من الفواكي بألوانها المتعددة وما ننساش البروتينات ومش هقول لحوم خلينا في البقول وعندنا ضاقة من البقول جميلة جدا بس ما نستفدش منها كويس عشان مش بننقعها أو بنحط عليها فيتامين سي بننقعها كويس جدا في الماء وغير الماء 6-8 ساعات ونحط عليها فيتامين سي بنحط عليها اللمون نحط عليها فلفل ألوان نحط صلاة فيها باقدونس البروكلي الحاجات دي فيها فيتامين سي فيتامين سي فعلا بيرفع المناعة وبيأدي إلى مكافحة المشاكل في الجهاز التنفسي والأغشية المقاطية طيب دكتور ماند يعني رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في كل الدول العربية إلا أن أغلب المسؤولين أيضا في الدول العربية يؤكدون أنه لا يوجد التزام كامل بهذه الإجراءات ورغم ذلك أعداد الإصابات والوفيات حمدا لا أقل كثيرا من الدول الغربية التي تظهر الصور أن هناك شبه التزام لا لا حضرتك بس أقول لحضرتك حاجة لازم الناس كلها تعرف يعني حننسي حكاية أوروبا وأمريكا إحنا سبقنا في المنطقة العربية وفي مصر إحنا كنا خايفين الخوف ده والوعي المبكر إحنا سبقنا أمريكا وصبقنا أوروبا في الإجراءات الاحترازية هو أما جل الفيروس في إيطاليا كان 10% من الأطقم الطبية والأطباء كان عندهم الفيروس ومحدش كان يعرف كان ما كانش فيه وعي لحتى اليوم فيه حظر يتجول في إيطاليا كل يوم فيه 40 ألف مخالفة ناس بتطلع وبتمشي في الشوارع يبقى فيه هناك الوعي كان أقل غسل أيدي كان قليل جدا جدا فيه إيطاليا مقارنة وأوروبا الناس هناك برضو كان فيه استهتار وكان فيه عدم اهتمام سياسي واستهانة من البعض بالفيروس وقال لك مش حاجة لنا ده فيروس سين مش جاي وهكذا وفي أمريكا برضو تأخروا كتير جدا فيه الكشف عند الفيروس فأعتقد أن احنا وضعينا كويس جدا مقارنة بيهم أدي واحد اتنين احنا برضو تغذية بتاعتنا تختلف برضو عنهم ثلاثة أن احنا يا ربي بس تتخين بس يقل عندنا خمسة بعد كده التاقة الاستيعابية المستشفيات هناك برضو مش مكفية وبالتالي أدي فرنسا بتعمل المستشفيات في الشوارع خيام والمتنافسات على الدخول في المستشفيات في إيطاليا وبيختاروا حتى في بريطانيا عدوا في بيوتكم محدش هيجي ألا اللي يستحق الحياة العمارة الصغيرة وهكذا أعتقد وضعينا أفضل كثير منهم ولازم نحافظ على ده وما نكررش أبدا السيناريو الإيراني ولا السيناريو الإيطالي في بلادنا إزاي هنحارب التدخين هنحارب التجمعات هنعمل حاجة اسمها التباعد الاجتماعي قلل يعني منوح نفط وابور يبقى الميني وبيني راح الشرع أي حاجة من أيضا تبضع في السوبر ماركت ابعد متر ونص عن زميلك اللي واقف يريد منركبش أفصانسيرات خالص نبعد عن الناس اللي عندها أي نوع من نزلات البرد أو المفرنزة أو عطس أو السعال الناس اللي عندها الحاجات دي كلها تلزم بيوتها كلنا مش هنطلع عن بيوتنا قلنا يكون فيها حاجة ضرورية على قدر الأسبوعين دول إن شاء الله هيحصل انحصار ومش هننشره إن شاء الله تور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية كنت معنا من القاهرة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر